واسباب القبول بيّنها صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العالمين حيث قال فيه إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل وقطع النهار في ذكري إذن لابد أن تتوفر في قلبك هذه المعاني أن تكون متواضع متواضع مع الخلق ومع الحق إحنا شفنا إبليس كان متكبر حتى مع الحق سبحانه وتعالى تكبر فإمام المتكبرين هو إبليس لأنه عبد الله وعرف الله إلا أنه عبد الله بنفسه معجبا بنفسه وظن أن عبادته جعلته غير قابل لأن يؤمر بأمر زائد دون أن يعلم حكمته فتكبر على أمر الله وكان ذلك سببا لطرده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وفي رواية مثقال حبة خردل من كبر وحبة الخردل دي يعني أربع تلاف حبة وقيلة ست تلاف حبة تعمل جرام يعني دليل يعني أي نوع من الكبر في قلب الإنسان يمنعه من القرب من الله عز وجل ولذلك يتقبل الصلاة من المتواضع طب وكيف نحصل التواضع أن تحصل التواضع أنك تعرف أصل خلقتك كثيرا في آيات من القرآن يقول خلقنا الإنسان من طين والطين حاجة مرمية على الأرض لقيمة لا توطأ بالأقدام خلقنا الإنسان من طين ثم جعلناه ذرية من ماء مهين يعني بعد كده اللي من طين كان أبونا آدم وهو نبي مكرم إلا أنه أصل خلقته من طين فالتكريم الذي جاءه من قبل الله لا من أصل طينته وبالتالي تذكر أصلك فأنت إما خلقت من طين ثم هذا الطين صار بعد ذلك ذكر وأنثى ثم بعد ذلك خلقت من نطفة من ماء مهين انظر هذه الآيات كلها علاج لكبرك حتى لا تظن أن فيك مزية تتكبر بها على خلق الله فإن كان فيك مزية فما بكم من نعمة فمن الله وليست منك فالحقيقة أننا كلنا تراب نتكلم مع تراب ونعيش على التراب ونأكل من تراب وندفن في التراب فعلم التكبر أيها الإنسان ولذلك جاءت الآيات تذكر إنسان بأصل خلقته حتى لا يتكبر هناك دواعي للكبر تحدث في الإنسان لأن الروح فيها كمالات كبيرة ولأن الإنسان قائم بربه فلما تقوم بربك تجد فيك بعض الكمالات تستشعرها فإذا نسبتها إلى الله كنت متواضعا إذا نسبتها لنفسك تكبرت ولذلك عليك إذا منحك الله ببعض المزايا ألا تظن أنها منك بل هي من الله وأنك لو تركك الله بغير هذه المزايا كنت كسائر هذا الطين الذي يطأ بالأقدام فعليك أن تذكر أصل خلقتك أي ابن آدم حتى تعلم أن القرآن يعالج فيك هذه القضية سيدنا علي بن أبي طالب في مرة من المرات عليه السلام رأى رجلا متكبرا فقال له علامة تكبر يا هذا وأولك نطفة مزرة وآخرك جيفة قزرة وبين ذلك تحمل العذر فعلامة تكبر يعني أنت أنزل لطبيعة خلقتك فتجد أنك فقير في كل شيء فقير حتى للنفس يتردد وإلا من غير نفس تضيع فقير لأن تبلح التريقك وبلع الريق ده نعمة كبيرة لأنه لو انت سدت المسالك تجد ريقك ده تغرأ فيه يعني تموت غرآن في ريقك من غير ما تقع في مياه تصور إلى هذه الدرجة فأنت ضعيف نفسك ده لو توقف بحبة رز وانت بتبلع ممكن الإنسان يختنق ويموت وإحنا شفنا كثير من الناس ماتوا أثناء الأكل في شرقه وبالتالي عليك أن تعلم ضعفك أيها الإنسان وأنك كسائر الخلق جميعا حتى لو كان عندك بعض القوة فأعلم أنها لا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك أول شيء في تحصيل أسباب القبول لا للصلاة فقط بل كل العبادات بل كل مسيرتك في الحياة أن تكون متواضعا وعالما أصل خلقتك وتعلم أن وما بكم من نعمة فمن الله وعالما أصل خلقتك في الحياة وعالما أصل خلقتك في الحياة